أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراصخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المدلات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفاهية من أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضمن التأكيد لاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لسيما على المستوى الإقليمي من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى الخليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وتم التجديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع النطاق الصراعة لما لذلك منع واقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي اشتركوا في القناة